وعايزين برضو حتة كده هو مروان محسن يعني عايزين يعني جمهور الاهلي يدعمه هو برضو في الأول وآخر مهاجم لمصر يعني ايه؟ لازم الناس تدعمه وتقف معاه بحكم ان اللعيب الكرة عن مثلا انا قلت بلك اكتير التلات تربعه نفسي ومران محسن يعني لو مرضونا والثقة عنده مهزوزة او حاجة مش هتلاقيه عمر مروان محسن كده مروان محسن فيه برضو حاجة انه بيلعب للفرقة بمعنى انه المهاجم فيه قاعدة كده بتقول المهاجم بطبعه اناني يعني هو طبع المهاجم دايما بيبقى اناني بنشوف معامة صلاح بنشوف بيبقى عنده سنة الانانية مروان محسن مش كده عامل زي فرمينو مثلا مع الفارق طبعا عشان معدش يقول فهو عنده يعني دايما ايه لو الهفات بتجيب جوان المهاجم ما بيجيبش والعكس يعني دايما ايه فهو مروان محسن بيلعب مسخر مجهوده للفرقة اكتر بيضغط اكتر احنا عندنا انو انتلاقي في اتحاد الشرطة مهاجم اتحاد الشرطة يعني انا بقى انجبلوكو برضو حاجات بيبقى عندنا كده حتة انه ايه بلغة الكرة بتاعتنا المهاجم لازم يميس على المدرب وعلى العيبة يعني ايه ما يضغطش اوي ما يعملش مروان محسن بيضغط اوي بمقرس مجهوده للفرق بيضغط اوي فمجهوده رايح انا بنشوف مثلا واحد زي ميسي زي كريستيانو الناس دي ما بتضع اه ممكن يضغط في واحدة كده ياخدها ويستخلصها وبتاع بس معظم الوقت بيخلي نفسه معاه بلغة الكور في الزمالك بنلاقي شيكابالا مثلا كان في عزه بقى يخلي نفسه معاه في ليفر بول كده يريحه اه ممكن في واحدة يضغط واحدة يعمل بس لازم يخلي نفسه يعني ايه يوفر مجهوده للفنش مروان محسن بيخلوه يضغط طول المطش يضغط مية في المية فالفنش بتاعه بيروح زي وليد أزار وليد أزار وضاكن عنده سرعات عالية جدا بس بيضغط ويعمل بيجي على حساب الفنش بقى بتاعه وعلى حساب فلازم ندعمه ونقف معاه واللي جاي احسن ان شاء الله